أمبروك علينا عد البداية ما زل ما زل غردايا الولاية الجزائرية التي لم تهدأ ولم تنم خاصة مؤخرا حيث المواجهات وصلت أشدها أمس بين الميزابيين الأمازيغ والعرب وأسفرت عن وقوع ضحايا وخسائر مادية كبرى ترجيح قيم التسامح والوئام والحواء الذي يحط عليه ديننا الحنيف وكذا تغليب مبدأ الإيطار واحترام الغير وهي مبادئ وقواعد من شأنها أن تضمن أمن واستقرار الولاية والذي يعد أمنها من أمن الوطن بكله هذا الخطاب لم يأتي عقب أحداث أمس بل قبلها بعدة أيام حين قام وزير الداخلية بزيارة لتهديئة الأوضاع التي لم تزل قائمة منذ سنوات بين طرفين نزاع في المنطقة أحداث مشابهة قامت منذ العام 2013 حين اتهم الأمازيغ في غردايا الشرطة المحلية بالعنصرية والتواطؤ مع السكان العرب في الاعتداء عليهم بحمايتهم بل وإعطائهم السلاح للمشاركة في صد الميزابيين وفي كانون الثاني يناير من العام الماضي شهدت المنطقة كذلك اشتباكات أفضت إلى تهجير 250 عائلة هربا من أعمال العنف المتواصلة واستقبل رئيس الحكومة عبد الملك سلال وفدا من الطرفين وأعلن عن إنشاء مجلس حكماء للحد من أعمال العنف كما تم توزيع 30 ألف قطعة أرض مقسمة بالتساوي بعدها بشهر فقط سقط قتله ما دعا وزير الداخلية وقتها للإعلان في زيارة عجلة عن إنشاء مركز عمليات يدار بالاشتراك ما بين الشرطة والأمن لتحقيق الاستقرار واستمر سقوط قتلى كل مرة وسحب ملف غردايا في نيسان أبريل من عام 2014 من صلاحيات الوالي ليسند إلى الناحية العسكرية الرابعة وظلت الاشتباكات مستمرة حتى اليوم ويبقى السؤال فيما إذا كان تشكيل لجنة وزارية مشتركة كما هي الحال اليوم أو أي لجنة أو مجلس سيكون لديه القدرة على احتواء الأزمة الأمنية بالمنطقة أم أن السلطة ستظل في موقع العاجز تجاه إيجاد حل نهائي لما تعيشه الولاية